بخصوص الموضوع ديال السيل معتصيم الذي يجاب سؤال ديالك السيل معتصيم أولا هو مواطن مغربي وهو رجل اشتغل في دوالي برئاسة الحكومة لمدة عشر سنوات أنا هذا أعرفه بحكم اشتغالي في العشر السنوات يعني كمسؤول حزبي أعرفه أنه يشتغل في رئاسة الحكومة مدة عشر سنوات دبر مجموعة من الملفات ودبرها باستحقاق وبجدارة وبمهنية وهذه الملفات رماشي مع خرجة الحكومة السابقة توقفت هذه ملفات مستمرة لذلك هو الآن يقوم كان الهدف أنه يستمر في معالجتي وفي تدبير هذه الملفات ونبغي نأكد بأنه السيموعة تصيم هو كفاءة وطنية كبيرة جدا وماشي فقط يكون غير مكلف ومهمة أو مستشار هو يستحق منصبا أكبر من ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر